مرحبا بكم في دبارة اليوم اليوم شبطي لكم منو سهل يحضر فيسا يتعب شوية في اللي دي تايب معناته كيف بش تعمروهم وكها اما حاجة بنينة ومزينة عالاخر في التاولة انا جزت حبيت مبادل الليلة نعمل حاجة خفيفة انتم تنجموا تعملوا تباق ساليه هذا لذيفان بهي كما قاعدين تروا معايا عملت فريكا اعملت ترتوليت اعملت ميني بيتزا دي ميني سندريتش حاجة بنينة بنينة عالاخر ومش نعطيكم بات تعملوا بيها الحاجات هذيها الكل وعملت لوبيا بالكعابر ومعاها شربة فريك وكيف كيف عملت سلايتها خاضرة هذيها طولتي لليوم باش نبديو بالنسبة للصحان تاع ساليه تباق ساليه دا كمتنجموا تعملوا ببات واحدة اسبقوا بارتاجيت معاكم الروسيت وهو مش معاودوها بارتال فرينا حتيت عليه كعبة عظم كعبة ياغورت باك وخميرة انتي خبز نصف كعبة ياغورت زيت وحتيت شوية ملح شوية سكر بحض الخميرة ونعجن الكل مبعادهم بعد نلمهم بالمي نقعد نزيد في المي حتى تتلمي البات متاعي وفي الاخر نزيدها مغرفة زبدة البات هذي رهي بروفيسيونيل وبات ماجيك اه تجيب لكم نعمل بيها الفريكاسي جي الفريكاسي في حق وفيه تقرميشة وبنين وبنين على الاخر نعمل بيها هاسبق وعملت بيها البات بوت كيف في جي بنين عملت بيها الميني سوندريه عملت بيها الهوم برج تنجمو تعمل بيها يُحاجه بالفيها الأم 미ني تجيب بيها الها Discord يعني اليوم بينعي لبيتي كانت يحاجه بالفيكاسي التغيقايات و الهومبورجر عملت بها البيتزا فاوحها على الاخر نخليوها تخمر على جنب باش نمشي نحاضر لك عبر متع المرقة متع مرقة اللوبيا فوحتهم نعناع بصل ماذا بكم تفرموها على الاخر نعناع بصل شوية في الفلاح امرو شوية تبلو كروية شوية كركم شوية ملح و شوية ثوم و تلموهم بابيض متعظم لهنا اول حاجة باش نقلي الكعابر متاعي في التنجرة ردوا بيلكم تستعملوا تنجر الليناكس هذو و ما راهم يشدوا ماذا بيكم تستعملوا تنجرة تيفال هكيكة تضمنوا و زدت الشابلور في وسط الحشو في وسط الحملة مفروم معناتها و ما اللحظت وعملت شوية في الفلاكحل قلت ماذا بيكم تستعملوا تنجرة تيفال خي بعد ما قليتهم شوية خرجتهم على جنب حتيت البصل متاعي باش يتقلى في وسط هيكا الزيت اللي باش يسيبلي البنة بتاع الكعابر نخلي الزيت يتقلى بالقدام بعد حتيت التماطم تقليت مع البصل نخلي البصل يتقلى في الزيت بالقدام حتيت معها التماطم تتقلى فاوحة تابلو كروية فلفل اكحل كوركم شوية شوية فلفل احمر شوية هروس و نخلي المرقى متاعي التيب ما يقعد من بعد كي مش نزيد اللوبيا و باش نزيد لك البناي دق لك عبر متاعي و نخليها التيب على التيب نمرقوها و نخليوها تيب هذي الهروس استعملوه ماتد موش رو حاجة بنين على الاخر نحب الفاحات نحبهم برشة الفاحات على خطرهم يعطيونا غو سبيسيال كيما الهروس هذي رهو فوح وبنين على الاخر و يعطي غو سبيسيال في الماكلة المرقى جيت بنينا ما نحكي لكم شو الريحة في الكوجينة مع ريحة السالير اللي قاعد يتي بالساندويتش والبيتزا اللي في الفور ما نحكيكم شو عالبنا بهي خليطهم ما يتقللوا بالقدام بعد باش نزيدوا نمرقوا نزيدوا القعابر متاعنا نزيدوا اللوبيا متاعنا ونخليوها تيبا كوتا كيف كيف أنا الشربة متاعي قاعدة تيب مرقة قاعدة تيب على جنب اه انتريطان البات هيكا قاعدة تخمر ما يقعد كمش نشكلها من بعد حضرت نمشي نحضر الخضر متاعي نقص بسل وفقوس وطماطم وفلفل ونفوحوها بالنعناع شوية فلفل اكحل النعناع الشيح بتبيعه كيف كيف الهنير راني في الحام المفروم في الكعبرة عملت نعناع شيح راو نستعملوه بالنسبة للعبيد اللي تحب تشيح النعناع وحدها في الدار تو هتحطوه في بلاسة الظل معنيتها البرة اما في بلاسة الظل يشيح في الظل خير يقعد انها اخضر ومزيئ كيف ما قلت لكم نحضر رسلية الخضر متاعي هكيكا نبدأ نحضر في كل شي مع بعضهم معنيتها بالنسبة للثوم في وسط المرقع منزيدوش برشا ثوم على خطر دجال بنادق مفوحين فيهم الثوم فيهم لبصل دونك ما نزيدوش حاجة كبيرة حتيت الكعاب متاعي وقعد كان باش نزيدو اللوبيا ونخليوها تيب على روحها لهني اسلط الخضر متاعي حضرت قلت فيها تماطم فقوس بصل وفلفل اخضر وفوحتها بال ما دهم الفلفل بخمسة ليف وفوحتها بالنعناع الشيح شوية زيت شوية فلفل اكحل وشوية ملح خمرة سخنت لها الفور وطفيت عليه حتيتها خمرة باش نبدأ ونشكل في البات متاعنا باش نعمل منها الميني بيتزا الميني ساندويتش باش نعمل منها الفريكاسي نجمو تعملو بطبوت هامبرغر سوفلي انتو ما وش نيتحبو طبعا باش ننرش البلاندو ترافاين بتاعي ننظفو بالقدي وبعد نرشو بالفارينة وننحل البات بتاعي على راحتي بالقلقال ونختار القالب اللي تحبو تشكلو به تنجمو تاخذو قالب من المرشي وإلا ما عندكم تستعملو حتى كيس الكبر اللي تحبو انتو مرح البات متاعنا راه يسو بنينا وتمشي في كل شي معني تنجمو تخدمو بها كل شي ون تربحنا الوقت كي تبدأ فات واحدة بش نخدمو بها السال الكل نجمو نعملو الهومبورغر بالحم مفروم نعملو السوفلي بالطن لساندويتش انا حتيت فيهم شوية هريسة وحتيت شوية صلاتة خضرة وطن تنجمو تحطو فيهم مايونيز معني تحبو بحرية الاختيار نحلوها مش جويدة برشا ومش خشينة متوسطة اه اما البيتزان من بعد هي اللي بش نحلوها جويدة على الاخر الهني نحاول نشكلها بالكيس هذيك نص بش نعملو الفريكاسي والنص لاخر بش نعملو دي ساندويتش نشكلوها ونرشو الفرينا ونحطوها عليها بش ما تلصقش بعد نجمو نهزوها بالسهل بالنسبة للفريكاسي نهز هيك الدورة ونجبدها شوية بصويب على جنب نجمو زيدة تحطو الكعبات الفريكاسي تحطوهم في كاسيت من بعض كيف يحضروا رههم يجيوا مزيانين على الاخر كيف ما سمق قلتلكم رهي الراسيت هذي بروفيسيوني اللي ناخذتها من عند مدام تبيع في السالة هو حاجة ابننا على الاخر جربوها وما تندموش اللي قاد لي ملقات هذيك بشنش نعود نشكل به البيتزا من بعض اللي هني بشنو هليكم كيف هش الفريكاسي ولا نجبدها على جنيب نخليها تخمر على روحها من بعض كيف نجي نقليها نحاول هكا نحطو عليها يدنا نحلوها ونحطوها في المقلة تتنفخ وجينا فرغة من داخل وبنين تهبل وراهي الخمسمائة جرام تعمل لنا كونتتة باهية باهية معناتها كونتتة مزيانة تعمل لنا هذي بالنسبة للسالة متاعي الباقي متاع البات بش نخليها دي سندريتش على جنب نحطهم نخليهم دي سندريتش خليهم يخمروا في عقلهم كيف 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 الأفريكاسي وبعض ما يقعد كيف ندهنهم بأصفر العظم ونرش عليهم يا إما سينوج مفوق وإلا في حتع حبز اللي هو بسبيس جلجلين سينوج ونحطهم ونحطهم في الفوري هذو ما هذي البرتي لولا البرتي الثانية تاع البات بش نخدمو بها ليميني بيتزا نعاود نحلوها جويدة على الأخر بعض بش ندخلوها طيب نص طيب نعاود نخرجها بش نحط لها السوس هذي هي البات بتاعي حليتها بالجدي بالجدي بنعاود نشاكل طوال الميني بيتزا بنفس القع اللي بناخدم تراه شو اللي بنت ما تنسي وش بش ما تنسي وش تابعوني على انستغرام تاعي فام لامور كويزين تلقاو داريال تلقاو داستغي ديما كيف كيف اللي عبيدي جديدة على انستغرام ما تنسي وش تضغطو على كلمة سابوني اللي يجدد في اليوتيوب بتاعي كيف كيف ما تنسي وش تضغطو على كلمة سابوني وانا قاعدة نعم في مجهود بش نتارتجي معاكم لرسايد خطر ما كم تعرفوا كيف يبدأ واحد يبدأ يصور وحاتت الضو ومعنا تتمهمش على الأخر ياخذلنا وقت باية حتيت بابي كويسان بش نحط كعبة البيتزا متاعي مش مش نخليهم يخمروا بش ندخلهم للفور دي ريكت ومش تحسوهم طلعوا شوية بعد ما طيبوهم نصة ياب كي تجي ومش تحطو السوس متاعكم ماذا بيكم تنزلوا عليهم شوية باش نحيولهم كل كي تنفخوا معنا نحيولهم كل هواء بالنسبة للسوس حتيت كعبتين تمات يتصمتوا في الماء بعد نحيط لهم القشرة فوحت هم زيت ثوم شوية كليل حتيت شوية فلفل أكحل شوية تبلو كاروية وشوية فلفل أحمر خليتهم يتيبوا بالقدي ومبعد هدو هم اللي باش نفوح بيهم اللي باش نحطوهم السوس على البيتزا متاعنا من فوق هذي هي السوس متاعي حضرت باش نحط على كلي ميني بيتزا شوف وهاك دا جاء تراث متاع سويبعي طيبتها نص تيب ومبعد حتيت عليها سويبعي باش خرج لك الهوية وطو منقلكم والريحة لبنينة والمطعم لبنينة ومبلي متنسوش تجربوها الرسائت هذي تبعثولي تصور على انستغرام كيف حابيت نقول مارسي للعبد اللي قاعدها تبعثلي في المساجات على انستغرام مارسي على تشجيعكم وانشاء نزيد نبارتاج معكم الرسائت الجدد انشاء مرة اخرى تونا عملوا بيها سوفلي بالطن والجبن بعد ما عودت دخلت الفور طبط شوية خرشتها بش نحط الموزاريلا جس بش تذوب الموزاريلا شوية ومبعد نزينوها معني تنجم بدورة صغيرة طبع موزاريلا رو تعملو كونتيت باركلا بتاع ميني بيتزا تباركلا معني 22 كعبة ميني بيتزا نحط عليهم شوية هيك الموزاريلا ورجح هم للفور هاكا تكون البيتزا بتاعي حاضرت نمشي نقلي كعبة متاع الفريكاسي خاطر ما دام هم خمروا ونحضر كعبة ونحضر لي ميني صندريتش في طبق بيش اول ما نخرج الميني بيتزا ندخل لي صندريتش معنيتها لازم هكا فيسع فيسع بشوي واحدة لسا لكل اما يخو وقت في التزيين متاعو بعد بش نكمل بعض ما تتيب نزيينها بالطن وشوية زيتون ما فوق وهكا تكون البيتزا متاعنا حاضرت ونودكم ومنشاهيكم في القور اهي بنين بنين على الاخر جربوها ومتندموش بش نتعدل البركات حتيت عظم باتاتا مسموتة بلتو باتاتا شوية من الموزاريلا حتيت شوية تن حتيت شوية كبار للي حب الطبيعة جبن طويبع مقصوص صغير وبشنا نفوحهم شوية فلفلاك حلو وشوية ملح ونحطوهم فارس في البركات هذوكم البركات تنجموا انا شريتهم اليوم تنجموا تحضروهم بلت بريزي تحضروهم في الدار كما عملنا التارت لحلوة في عضو ما تحطو سكر ما تنحي والسكر تحط شوية ملح وتحضرو بهم اللي تارت متاعكم هذو ما هوم الي باركات يقعد في الأخر معهم الطن كيف ما قلت نجموا تعملوهم بسكالوب وفي الأخر يقعد بش نزيانهم بشوية زيتون من فوق ونحطهم يتيبوا يظهر لي المنوع متاع اليوم حاجة مزيانة وما تتكلفش اليوم بلوس تحضر فيسع معناتها ما تخوش يسر وقت ذي هي المنوع بتاعي لليوم بالنسبة اللعبات اللي تفركس في ديروسيت عند هذي فين ولا حاجة يظهر لي مفهمش أحسن من هاك مرقة ملح بالبناد قمعها الطبق متاع سالي شوية باركات أنا معملتش اليوم اللي بريك مدام عملت البركات وتكون عندكم طاولة مزيانة هذي هول منو بتاعنا هالي اليوم إن شاء لا جربوا إن شاء لا بتبعثوا لي تطبيقاتكم على انستجرام بالنسبة للشربة مش لازم كل يوم نعملو شربة فريك نجم تعملو نهار لسين عصفور اللي يحب لحليل ينجم يعمل لحليل إن شاء الله طبش مبرتجي معاكم اللي حسوب بالكعاب رزيدة خطر دجا سبع يام تعدي وبدين نفدو من الشربة نجمو نبدلو معناتها فيها و أتوى بعد ما حذرت البركات متاعي حتيتهم في الفوري التيبو حذرت ميني سندويتش بش ندهنهم بأسفر عظم شوية خل وشوية حليب خلطهم نجمو نزيدو شوية كاكاو بش يعطيكم مكلون المزيان ندهنهم من فوق بالبنسو ونرش عليهم كيف ما قلت تنجمو ترش عليهم شوية سينوش أكاو السينو لفاح متاع الخبز اللي هو فيها بس باس سينوش وجلجل يزين على الخر ودي حاجة مزيان عبرشا ماذا بيكم ترشوهم مادام الأصفر مازال جديد بش يشدو يلزقو فوق الميني ساندويتش البيتزا متاعي كمال زيانتها بشوية تن وشوية زيتون كيف ما قاعد نتراو جيت مزيانة وريحتها فيوحة ومبعد كيف كلينها بنين بنين على الاخر هذو ما هما الميني ساندويتش كيف ما قلت نعمل فيهم شوية هريسة وشوية صلاتة خضرة وشوية تن وزيتون انتو ما تنجموا تزيدوهم مايونيز إذا كان تحبوا هذي هو الميني بتاع طاولة مقعد شوية تحطوا الطاولة وتزينوها شوفوا قديهم زيين قديش زين الطاولة بتاعنا هذي هذي ميني بتاع حضرت شوية حضرت حتيت البن الفريكا سيكي كيف حتيت بطاطا مصنوطة بم مصنوطة وثمين في فوق إن شاء الله يكون عجبكم من الميني في اليوم إن شاء الله تكون حاجة مزيانة وتبارة مزيانة وتبطوحة وهذه هي تحطي الخبر التالي لعشي بنيني في كل بنين نجمي على خدسنا